ضيفي العزيزة الخميلة على المال ومتميزة الأساس الدكتور رحمد عسف أستاذ طب وجرحات العيون الأساس بكل الطب جامعة عن شمس دميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية للطب وجرحات العيون والجمعية الأمريكية لجرحات المياه البيطاء وعضو جمعية الأمريكية لإصلاح عيوب لانكسار صاحب 23 بحث منشور دولياً وخمسة وستة وتلاتين بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي لجمعية الأوروبية والأمريكية على مدار السنوات الماضية أهلا بك الدكتور أهلا وسهلا ونورني سعيد جداً بهذه الزيارة وجودك وسعيد باختيارك لماذا اخترت جفاف العيون ما هو جفاف العيون ولماذا اخترت هذا الموضوع جفاف العيون مشكلة كبيرة جداً وأعتقد أنها مش واخد حقها خالص تقريباً في أبحاث دلوقتي ظهرت وإحصائيات بتقول أن الجفاف العيون على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي أربعين مليون شخص بيعاني من جفاف العين اللي هو بيرصدوه في العيادات فيه ناس عندهم جفاف العين ماشيين في الشارع مش عارفين أنهم عندهم هذا النوع من أنواع المرض العصر يعني خلينا نقول ويقدر في على مستوى العالم أنه يكون أكتر من 200 ل300 مليون بني آدم عنده نسبة متوسطة إلى شديدة من جفاف العين أنا رأيي أنا الشخصي بناء يعني على خبرتي بنشوفه في العيادة لا جفاف العين أنا تقريباً بشوفه حوالي 90% أو 70% من 70% ل90% من المترددين على العيادة وأعتقد الزملاء هيشاركوني في نفس النسبة تقريباً 70% ل90% من المصريين هنا هوت بيعانوا من جفاف العين فطبعاً ده حاجة منتشرة جداً مش واخدها حقها وكمان زي ما حكولت في المقدمة هي بتؤثر على لايف ستايل أو الأسلوب المعيشي بتاع الشخص فيه برضو بحث لطيف جداً قال إن المرضى اللي عندهم جفاف العين عندهم الأسلوب المعيشي بتاعهم لا يختلف كثيراً عن مرضى الكلا اللي هما بيغسله يعني تخيل حضرتك المريض الكلا اللي بيروح يغسل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أكيد أسلوب حياته مش لطيف قوي زي الشخص الطبيعي بالمقارنة جفاف العين مريض اللي عنده جفاف العين أداءه في العمل بيتأثر حياته اليومية بتتأثر نفسيته العامة بتتأثر الأسلوب المعيشي عامة بيتأثر إلى حد كبير شبه مرضى الكلا إيه هو جفاف العين جفاف العين كان زمان يقال أنه هو نقص في طبقة الدموع على سطح العين وقالوا أنه نستخدم عطلات مرتبة عشان نعوض هذا النقص وخلاص التعريف الجديد لجفاف العين هو لا ده هي التهابات مزمنة نتيجة اختلال في الغدد الزيتية دي الغدد موجودة في حرف الجفن بتفرز مادة زيتية في الأوقات المبقى فيها جفاف العين بتفرز مادة مش زيتية بتبقى عاملة زي معجون الأسنين اللي هنا أبيض كده هو زي الصديد هي مش صديد بس مادة دهنية مش مادة زيتية شفافة وما بتقديش الوظيفة بتاعتها أن هي تحافظ على طبقة الدموع وتمنعها من التبخر أو تقلل طبقة الدموع من التبخر الخلايا الدهنية دي اسمها ميبوميانجلاند أو الخلايا الدهنية الموجودة أو الزيتية الموجودة على حرف الجفن هي أكثر الخلايا اللي بتتأثر في وقت جفاف العين وهي دي المسؤولة بنسبة 70% عن حالات جفاف العين جفاف العين دلوقتي ما بقاش مجرد نقص في طبقة الدموع لا ده هو التهابات مزمنة على سطح العين والقرانية والملتحمة المفروض سطح العين يكون أملس شفاف بهذا الشكل لكن في أوقات اللي بيبقى فيها جفاف العين بيبقى سطح العين نفسه ما بيبقاش أملس وشفاف بهذا الشكل بيكون في طبقة الدموع قليلة نتيجة التهابات مزمنة على سطح العين التهابات المزمنة دي بتبقى سخيفة جدا بيبقى المريض بيشتكي من حمرار وحرقان وساعات زيادة في إفراز الدموع إلى بعض العين شوف حقيقة طبقة الدهنية الموجودة على سطح العين بتؤدي كمان إلى تباين في مستوى رؤي على مدار اليوم يعني ممكن بروي يقولك أنا أوقات بيبقى شايف كويس وأوقات كتير بيبقى شايف وحش مزغلل ونقوله ما عندكش حاجة ونظرك كويس والستة على الستة ومش محتاجنا الضارة ومفيش ماء بيضا مفيش مشكلة بس فيه أوقات كتير شايف حقيقة طبقة الدهنية عاملة إزاي دي بتعمل شبورة على عين الشخص بيبقى شايف كويس بسبب أن الطبقة الدهنية مش منتشرة بصورة متساوية على سطح القرانية والمريض بيشتكي من تباين أو اختلاف في مستوى رؤي على مدار اليوم دي مادة الدهنية اللي بتطلع المفروض تبقى شفافة تبقى عاملة زي الزيت لكن هنا طلع على شكل معجون أسنان لونها أبيض تخينة سميكة ما بتقديش دورها أن هي تحافظ على طبقة الدموع على سطح القرانية وبالتالي داني بيبقى نتيجة التهابات مزمنة في الغدد الدهنية الموجودة على الجفن والجفن كمان بيبقى فيه أوعية دموية غير طبعية موجودة وتلاقي جفن دايما محمر باستمرار والمريض بيشتكي عنه حمرة وجفن محمره بيحرقه مش شايف كويس وزيادة في فرز الدموع في بعض الأوقات مش دايما على طول فطبعا ما بقاش مجرد نقص في الدموع بقى مجرد مش عبارة عن التهابات مزمنة معاها نقص في الدموع معاها اختلال في وظائف الخلايا الدهنية في الجفن وكمان ألام نتيجة تدمير فعلا تدمير لسطح القرانية والملتحمة وتدمير للخلايا العصبية الطرفية الموجودة في القرانية فالمريض بيشتكي كمان من واجع في العين بيقولك أن حاس بواجع حرقان مزعج جدا سخيف جدا مش مخليه حتى يقدي عمله بصورة مناسبة السؤال ده يجمع يعني إذن هي متلازمة هي متلازمة وده سؤال مهم جدا متلازمة ومؤزمنة يعني هتوا معنا فترة طويلة الأسباب أسباب حاجة ذكرت في المقدمة أشهر الأسباب لجفاف العين هو التبخر الدموع من على سطح العين تبخر الدموع بيجي نتيجة اختلال في الخلايا الدهنية نتيجة التعبات المزمنة في على سطح العين والجفن طب التبخر ده بيجي كمان ليه؟ بيجي مع التعرض للتكيف بيجي مع الصهر فترات طويلة بيجي مع قاعدة قدام الموبايل أو الكمبيوتر فترات طويلة بيجي مع التلوث بيجي مع الأدوية اللي بنستخدمها أدوية حساسية على سبيل المثال الانتيهيستامينيكس بتعمل جفاف العين أدوية السكر وادوية الضغط كمان بتعمل جفاف العين في حاجات ما أقدرش نوقف ما أقدرش نوقف مريب من أدوية الضغط علشان أعالي الجفاف العين للأسف مش هيحصل الكلام ده إن هو يبقى خطر على حياته في حاجات الليزك عمليات إصلاح الإبصار بتؤدي إلى جفاف العين وكمان العدسات اللصقة تؤدي إلى جفاف العين تقريباً لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات كتير كلها بالزبط عشان كده 90% ما هو 90% معناها تصرفات الشعب العالمية وزادت كمان في الفترة اللي فاتت بسبب موضوع الكورونا إنه ما بقاش فيه خروج كتير فإحنا عاديين في البيت بنعمل إيه بنتفرج على مش ما بقاش فيه تلفزيون بالمناسبة معظمه بيحب يتفرج على ديشتال سكرين سواء موبايل أو آيباد أو كمبيوتر بيختار القناة اللي هو عايز يتفرج عليها عن طريق اليوتيوب أو أي مشابه من المنصات ويتفرج على البنامج اللي هو عاوزه طبعاً ده بيخلي سرعة تتبخر الدموء أسرع وهو ما عندوش اكتيفتيز تانية ما فيش نشاط تاني يقدر يعمله وما بينامش بقدري فيعطوا له النهار يتفرج على الموبايل والكمبيوتر بيزاعد على انتشار جفاف العين